هي بص ماسقات عادية بمتين نقدر نجيب اللي احنا على قد ما نقدر عشان احنا ارهاق كتير في الشعرية فبنقدر نجيب حمام كريم عادي اوكي بنحط زي جزئية منه في الشعر كله اي حمام كريم اي حمام كريم اه كويس اه بس باهم حاجة يكون يعني منتاجه كويس نضيف يعني طبعا فالفكرة كلها احنا بنجيب الحمام كريم بنحط في شعرين كله طبعا احنا معندلاش جهاز بخار في البيت بنقدر نجيب فوتا سخنة بنقدر نحطه لشعرين اللي نفسنا كده تلات اربع مرات لو عملنا الموضوع ده كل اسبوع او كل مثلا اربعة يام هيبقى حياة كويسة جدا نجيب ده كل نوعيات الشعر ولا النوعيات الشعر؟ اه كل نوعيات الشعر ده بزيك كمان المحجبات اكتر يعني اشتغل اضيف عليه اي حاجة مش تقول لي ده اي اضافة كده ممكن اضافة دي يعني محتاجة موضوع ان شاء الله هشرحها لكم اجيب بقى تركيبات معايا ان شاء الله في حلقة تانية هاجيب لكم حاجات بضيف حاجات زي نخيع صبار زيت زاتون حاجات يعني طبيعية بتضيف على الحمام الكريم على المسكات بنقدر اللي احنا بتجينا حاجات عايز اسألك عن النخيع اللي بيقولوا عليه دلوقتي اه طبعا نخيع ده حاجة جميلة جدا وفي ناس تتكبلوا في ناس لا بس هي الفكرة مفيد جدا الشعرية مغزي جدا اه يطر الشعرية اي حاجة يعني وضيفه عادي اخد شوية نخاة واحط وضيفه معادي من على البزار كده اضافة كمية معينة عشان خاطر يعني الزيت بتاعه بالزبط هو اللي بتصفى عشان خاطر ما نقدرش نحط كمية كبيرة عشان خاطر ما يزايدش الشعرية اه وبتحط مع الكريم معادي بالزبط كل مع همام الكريم كل الخلطة دي في باترمان واحد مثلا لو انيقدر اللي احنا ايه ليقدر نستعمله على مدار الاسبوع كله طيب فيه ناس تقولك الزيت ده حاجة كويسة وفيه ناس تقولك لا 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 اعطيكي ناحية الزيت خالص خليك في الكريمات بس اه انا معاكي 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 امت تفضل كده امت تفضل كده تمام انا معاكي الزيت انا حلو جدا بس المحجبات الزيت كويسك جدا للمحجبات دي معروفة اه ليه بقى شمع المحجبات عشان خاطر بيبقى اكترية الشعرية في الحجاب دايما البنت مثلا بتاخد الدوش او الشعر بتاعه بتروح كاتماء على طول تمام فده يدوبك بيعمل زي ليونة احنا مش عايزين يعني الكاتمة للشعرية دي دايما على قد ما نقدر لازم نهو شعرنا دايما حتى لو عندك سشوار في البيت احسن ده مفضل للمحجبات سشوار في البيت لازم هوا سخن ياخد كده شكل فرش يبقى شكله احسن يعني الزيوت بتفضلها للناس اللي بتغطي شعرها اكتر وبتنزل بالزبط ممكن زيوت للشعر العادي اللي هي مش محجبة ممكن ليها زيوت بس 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 بكمية معينة في الاطراف فقط مايبقاش جوه في الجدور